السلام عليكم قسمنا البوليمرات في المرة اللي فاتت حصلنا على تقسمتين التقسمة المرة اللي قبل اللي فاتت كانت تبع الخواص الكيميائية بتاعتها أو العضوية أو الغيره عضوية بعد كده اتكلمنا على التقسمة الخواص الطبيعي الخواص الطبيعي والميكانيكية والفايبر تباهم مرة دي التقسمة حاجة تانية خالص دي بناء التقسمة الهندسية يعني هي تقسمة الهندسية التقسمة الهندسية اللي عندنا هنا بنقسمها لبوليمر خطي شبه الخط أو زي ما قدامنا كده وده مفاهيش تفرعات للنبياء بصوا خط ملفوف حوالين بعضه ملفوف حوالين بعضه زي ما هنشايفين كده مجرد خط بس هو عشان طويزه عن اللزوم بيتلفح حوالين ايه بعضه زي الشريب بتاعت دين ايه والارنيا اللي موجود في الخلايا بتاعت الجسم طيب انا البرميرات التانية بنوع عليها متفرعة بيبقى خط بس خارج منه تفرع خط خارج منه تفرع يبقى فيه عندي خطية وعندي برانشت بوليمر برانشت يعني متفرعة بوليمرات ايه متفرعة التالتة هيبقى هتجمع بين الخطية ومتفرعة ازاي التفرع ده هيروح فين التفرع ده يربط في الخط فبصوا يبقى عامل بالمنظر قدامنا ده شايف يبقى فيه روابط ما بين البوليمر وبايه وبعدها ودي بنقول عليها بولمارات زي بولمارات الاسترية لبولي استر او بنقول يعني اصل الكلمة اسمها كروس لينكت بوليمر برقام بولمارات متربطة عرضية نسال عليها اللي هو البولي استر كده دي اللي هي التأسيمة الهندسية ودي اخر تأسيمة اني كان فيها بس انا عايز اوصلكم لحاجة مهمة جدا التأسيمة الهندسية والتأسيمة العضوية او غير عضوية مش هي المهمة في الناحية الصناعية المهمة في الناحية الصناعية زي ما هنعرف قدام هي الخصائص الميكانيكية والطبيعية شكرا